أجيب الذي قد أتى يسألك فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله نبدأ وبحضراتكم نسعد والصلاة والسلام على من تتحقق به الأمال وتشد إليه رحال سيدنا محمد المصطفى الهاشمي القراشي العربي المكي اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق وتملأ منها الآفاق وعلى آله وصحبه وسلم وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم التلاق واسترنا بين يديك يا عزيز ويا غفار وبعد مشاهدي الكرام في كل ربوع الدنيا حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مسوانا ومسواكم جميعا قلوا أمين ونحن اليوم على موعد مع السيد الشريف والزعيم الكبير مع الرجل الذي كان يسمى في الجاهلية بالكامل هو من بكى النبي صلى الله عليه وسلم عند رحيله هو من اجتمعت فيه كل خصال الخير هو الشجاع الكريم والصحابي الغيور إنه السيد سيدنا سعد بن عبادة رضوان الله عليه وأرضاه طيب خد بالك سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ليه حديث جميل أوي احفظه يقول الأرواح جنود مجندة ما تعرف منها اختلف وما تناكر منها اختلف ناس كتير أوي تشوفها كده ما فيش بينك وبينها سابق معرفة إنه أول ما بتشوفه تحبه يقذف الله محبته في القلب واحد تشوفه ترتاح له واحد مهما كنت عارف مشكلتك أو سؤالك أو إجابة سؤالك لكن بما ثابت إن أنت تسمع الإجابة منه ترتاح خد بالك ده فعل الله لأن القلوب يا جماعة مش بيئدينا القلوب بيئد مين بيد الله علشان كنا دايما اسأل ربنا يثبت قلبك على دينه واسأل ربنا يضع لك القبول في الأرض سيدنا سعد بن عبادة كان من جملة من وضع لهم القبول في الأرض فكان يسكن القلب بمثابة أن تراه عارفين الراجل اللي مالوش أعداء هو ده سيدنا سعد بن عبادة رجل لم يكن له عدو قط كان يحبه القاصي والداني تخيلوا بقى تخيلوا لما واحد يكتمع على محبته كل الناس الصغير والكبير الشيخ الوقور والصبي الصغير سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بوعس وبعد بيعة العقبة الأولى أرسل سيدنا مصعب بن عمير الداعي الأول وسفير الإسلام الأول والذي استطاع أن يخزو القلوب بحسن لفظي وبحلاوة منطقي ودي مهمة جدا خلي بالك سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد سيدنا مصعب المدينة المدينة كانت طواقف عديدة كان فيهم الناس اللي من علية القوم وكان فيهم الناس اللي زحلتنا البسطاء لكن سيدنا مصعب كان بيختار لكل واحد يكلمه إزاي وكان يختار الأسلوب الجميل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بقولك ليه الكلام ده علشان إحنا الحمد لله رب العالمين أنا معرفش تعداد مصري كامل النهاردة يا عم محمد يا صلاح لكن لو إحنا النهاردة مية وخمسة مليون فإحنا مية وخمسة مليون داعية ومية وخمسة مليون قاضي ومية وخمسة مليون ناقد يحاكم الناس على أفعالهم وننسى أن نحاكم أنفسنا فعلشان خطري هنصحك لنا نصيحة لما تشوف واحد حالاتي على معصية بلاش تفضحني وبلاش تظن إن انت في طريق التوبة شطر منك ولا فهلوة لا ده توفيق الله لك فلما تشوفني وانا على معصية قولي الحمد لله الذي عفاني مما ابتلى به عباده وفضلني على كثير من من خلقني تفضيلا ويا رب أدم علي نعمة الهداية وأنعم على عبدك هذا بالتوبة والرشاد عارف ليه؟ لأن ربنا قال للنبي النبي ولولا ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا للنبي فإزاي كنت بقى لما تلاقي واحدة محجبة بلاش تبصنا من فوق لتحت كده واستحقروا وتعدلين لنقابك وتعدلين لخمرك لأ ولما تروح تكلميها كلميها بتبسم ولما تلاقي واحدة بتدخن روح تكلمها أنتي مش هو تروح تكلمها بالأسلوب الجميل وبالنفذ الحسن وافتكر إن الكلمة تأثر القلوب وإن ربنا قال وقولوا للناس حسنا قبل ما يقولوا أقيموا الصلاة سيدنا مصعب نجح لدرجة أن البيعة العقبة الثانية جاء جملة كبيرة من الأنصار على رأسهم سيدنا سعد بن عبادة وطبعا بيعوا سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم اللي طلب منهم 12 نقيب يعني زعيم هم اللي ياخدوا الأوامر من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويتكفلون بالبيعة وبأمورها فكان على رأس الخزرك سيد الخزرك سعد بن عبادة خذوا بالكم لما قريش علمت بهذه البيعة جن جنونها وخرجوا ليتيقنوا الخبر فلما وجدوه حقا لاحقوا أهل البيعة جريوا وراءهم فأدراكم منهم مين سيدنا سعد بن عبادة فخدوا وقيدوا وأوسقوا وتمكنوا منه تمكنا شديدا وكان سيدنا سعد بن عبادة صديق لأحد الرجال اللي هو سهيل بن عمر فطبعا إيه اللي حصل سيدنا سعد بن عبادة صرخ بأسماء بعض الناس الذي هو صديق لهم زي جبير بن مطعم والحارس بن حرب فقريش خفت منه وأطلقوه ورجع سيدنا سعد بن عبادة على المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام لكن إلا حصل بعد كده تعالوا نروح لفاصل نصلي فيه ونسلمه على خير البلية ونقول جزى الله عننا سيدنا محمدا ما هو أهله ثم نعود لنتمم الكلام فتابعونا ولا تفارقونا فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب قدنا لحضراتكم بعون الله وبحولي وبكوته فيام الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما الله يجزي من يصلي مرة عشر ويبقى في النعيم مقيم جزى الله عننا سيدنا محمدا ما هو أهله أذن الله لنبيه بالهجرة فهاجر الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى المدينة التي كانت يثربا قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم العجيب سيدنا سعد كان عنده فلوس كتير جدا لم يبخل على النبي بماله ولا على الصحابة بقول لكم ليه لأن أكتر وقت ربنا يتقبل منك العمل وقت الشدائد وقت الأزمات عشان كده المسلمين لما جايين جداد في المدينة كانت وقت شدة وأزمة مش كده ولا ليه فعشان كده سيدنا سعد جادة بماله في عام الرمادة كان وقت شدة وأزمة مش كده وبس في جيش العسرة كان شدة وأزمة عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنح الأوسمة في وقت الشدائد والأزمات ففي جيش العسرة لما سيدنا عثمان بن حفان جهز جيش العسرة النبي اداله أعلى وسام قال إيه بعد ما تصلوا عليه ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم يعمل اللي يعمله خلاص دخل الجنة وضمن الجنة سيدنا سعد بلغ من كرمه ومن بذل ماله أن أهل الصفة الفقراء كانوا إذا حل بهم الليل انطلقوا إلى بيت سعد يعني كان عامل مائد 24 ساعة أول من عمل مائدة الرحمن طول أيام السنة كان سيدنا سعد بن عبادة رضوان الله عليه وأرضاه مش كده وبس ده كان المنادي ينادي في المدينة من كان يريد الشحمة واللحم فليأتي سعد شوفوا الجمال ولذلك بعد كل صلاة كان سيدنا سعد لي دعاء جميل أوش كان يقول إيه بقى احفظ كده اللهم ارزقني ماله أستعين به على فعالي فإنه لا يصلح الفعال إلا المال صح شوفوا الجمال بيسأل ربنا المال ليه علشان يكمل العمل اللي هو عايزه وبعدين بيقول فإنه لا يصلح الفعال إلا المال نفسي أطعم الطعام لكن ما عنديش هم دون اللي كانوا شايفين المال نعمة من الله كيف يستخدمونه بقولك الكلام ده ليه ليه اللي النهاردة ناس كتيرة قوي ربنا أنا أعماليها بنعم كثيرة لكن للأسف بتحول النعمة لنقمة كل واحد في إيده موبايل السادة المصورين قاعدين أهم كل واحد في إيده موبايل تفرج على مش كده ولا إيه وهم ما شاء الله هنا وفي البيت مش كفاية هنا لا وده حالي وحالك والزوجة تشكو فتحولت النعمة إلى نقمة المفروض الموبايل ده نتطمن بيه ونصل الأرحام وربنا رخصتنا سعر الديئة قوي فلا إحنا نعرف نكون به صدقات نكلم به حريم نعمل به علاقات مشبوهة نسأل الله السلامة إلا ما رحمه ربي طبعا سيدنا سعد في يوم بدرك ليه موقف لا ينسى أبدا سيدنا النبي كان بيستشير الصحابة بعد ما تصلوا عليه فالنبي أعاد طلب المشهورة فسيدنا سعد علم أنهم المرادون يعني الأنصار فوقف وقال إيانا تريد يا رسول الله يبقى الكلام علينا بقى فوالذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخوض البحر لخضناه لو عايزنا نخش بخيون البحر أن ندخلها ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك العمادي لا ضربناه ده كان مكان ورى مكة خد بالك سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة يعطي الوسام كما روى ابن حبان فيقول جزى الله عنا الأنصار خيرا وفي رواية جزى الله الأنصار عنا خيرا ولا سيما عبد الله بن عمر بن حرام وساعد بن عبادة والنبي ما كانش يضيع أجر حد خالص طيب قبل ما سيد صلاح يقول لي طلع فاصل طبعا الحمد لله إحنا النهاردة الغيرة عندنا صفر إلا مرحمة ربي فما فيش مانع أن أنت تاخد الزوجة ترقص بيها عشان تبقى سبور وما فيش مانع أنها تخرج قطة عشان تبقى إيه خليك جدع خليك رويح إما ليه وما فيش مانع أنها تخرج بنص كمة وبشعراها وتبص بن عماها وبن خلاها ما فيش مشكلة خالص ما كانش عندي سيدنا سعدك خالص كان رجل غيور لما نزلت الآيات بتاعت الزينة عارفينها بتاعت الشهداء الأربعة ربنا بيقول كده لو لقيت حد مع زوجتك ما تقتلوش إنما تأتي بالشهداء أربعة فسيدنا سعد استغرب قوي رح لسيدنا النبي وقال يا رسول الله لو وجدت مع أغلي رجلا لم أمس حتى آتي بأربعة شهداء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم ده شرع ده دين قال كلا والذي بعثك بالحق إني كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك ده أنا أطير رئابته أنا أستنى أربعة شهود أنا أستنى أقول له النبي أستنى لما راح أجيب أربعة شهود هطير رئابته فالصحابة استعجبوا من جرئة سيدنا سعد وحديثه مع النبي صلى الله عليه وسلم واعتراضه لكن النبي كان منصف أو بعد ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم النبي عارف يعني إيه حمية ويعني غيرة ويعني الرجل العربي معروف بغيرته وبكرامته وبحرصه على عرضه مش مش شك لا ومش تخوين لا ومش واثق فيها لا يا حبيبي الغيرة لا تعرف القلوب الخبيثة وإنما الغيرة تعرف القلوب المؤمنة فلا يغار إلا المؤمن فسيدنا الحبيب قال لي الصحابة كده إيه اسمعوا ما يقول سيدكم سمعين يقصد سيدنا سعد بن عباد إنه لغيور طب ودي حلوة ولا وحشة معلش عم الشيخ أصطنم ما بغير على جوزي عشان بيكلم صاحبتي يقول لي وانت مالك انت عايزة تعرق إيه يا سيدي وانت مالك يعني إيه اسمعين لدي يقولي أصطنم ما بغيرش عليا عم الشيخ يبقى ديوس لا أنا وثق فيها لا حبيبي انت ديوس سيدنا الحبيب يقول اسمعوا ما يقول سيدكم إنه لغيور طب و بعدين وانا أغير منه آه ده السقف بيعلى ده الموضوع ما وقفش عند سيدنا ساعد وانا أغير منه ده النبي والله أغير مني الله أكبر عرف غيرت ربنا تظهر إمتى حينما تنتهك محارم الله لكن يبقى السؤال قبل الختام لماذا بكى النبي العدنان تعالوا بنا نذهب إلى فاصل نصلي فيه ونسلم على حضرته ونكسر من قولنا جزى الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله ثم نعود لنتمم الكلام فتابعونا ولا تفارقونا فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب عدنا لحضراتكم بعون الله وبحوله وبكوته فيام الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما الله يجزي من يصلي مرة عشرة ويبقى في النعيم مقيمة جزى الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله خذ بالك إحنا أعلمونا زمان غلط الرجال ما تعيطش لا والله إذا جمدت العيون فاعلم أن جمود العين من قسوة القلب وقسوة القلب من كسرة الزنب وكسرة الزنب من نسيان الموت ونسيان الموت من تملق القلب ومن تملق الدنيا من القلب وتملق الدنيا من القلب رأس كل خطيئة سيدنا سعد بلغت منزلته في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي يبكي عند موته لدركة أن الصحابة لما شافوا النبي بكى بكوا كلهم فتهامسوا مش منك ربنا يعزب بدمع لين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون إن الله لا يعزب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعزب بهذا وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلي اللساني ولكن يعزب بهذا أو يرحم يعني مش عيب تبكي على ميتك ولا تحزن إنما إوعى تقول كلمة تعترض بها على قضاء الله نسيت الهدية ولا إلا ما نسيتش الهدية ده النهاردة الهدية غالية أوي بعد ما تصلوا على خير البري وسيد صلاح هيقول لي اختم دلوقتي الهدية النهاردة لكل واحد عنده عقوف عن الجواز وعايز زوجة صالحة ولكل واحدة قطر الجواز خايفة يفوتها زي ما بنقول وعايز زوج صالح ومعلوم إن الزوج الصالح والزوجة الصالحة هم دول حسنة الدنيا ربنا قال في القرآن كده ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ذاب النار إحنا في أيام رمضان بقى عندك فرصة جميلة أوي قال أهل الله من أراد أن يمن الله عليه بالزوجة الصالحة أو أرادت أن يمن الله عليها بالزوج الصالح فالتصم ثلاثة أيام متواليات الحمد لله هنعرف نصم إحنا كده كده صايمين وفي كل ليلة قبل أن ينام أو أن تنام تقرأ آيات من القرآن 21 مرة هتقرأ الآيات اللي أولاك دي 21 مرة جبت الكلام ده منين يا عم الشيخ يا مبتدع قاله الإمام العالم الحكيم التميمي الإمام التميمي لي كتاب متع جدا اسمه خواص القرآن أو فضائل القرآن معايا كده كتاب جميل جدا بيقول بقى فيه يقرأ الآيات دي بعد ما يصوم الأيام المتواليات التلاتة كل ليلة قبل ما ينام يقرأ هذه الآيات وبعد ما يقرأ الآيات يسأل الله الزوجة الصالحة أو تسأل الله الزوجة الصالحة طب إيه هي الآيات دي يا عم الشيخ الآيات دي اكتبها ورايا على طول علشان ما يقول ليش خلص والذين يقولون ربنا هذلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها خالدين فيها حسنك مستقرا ومقاما اقرأ الآيات دي أو اقرأ الآيات دي واحد وعشر مرة وبعدين قبل ما تنام أو قبل ما تنام ودع ربنا ربنا إن شاء الله يرزقك أو يرزقك بالزوجة الصالحة ارفع إيدك لربنا وقل معي اللهم من علينا بكل خير ترضاه لنا وترضين به اللهم إن نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إن نفوسنا تشتاك إلى أمور نرى فيها الخير ولا نعلم عنها الغيب فقدر اللهم لنا كل خير ودبر لنا أمورنا فإن عجزنا عن التدبير وأصبح اللهم ذات بيننا اللهم إن لنا إخوة لهم علينا حقوق لا نستطيع أداءها وديون لا نستطيع الوفاء بها اللهم أدي عنا ما عجزنا عن أداءه ووفي عنا ما عجزنا عن الوفاء به قل لنا ولا تكن علينا انظر إلينا نظرة ترضيك عنا اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وسائر أعمالنا واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين واقبطنا ونحن سجد بين يديك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين ما لنا سواك ندعوه ما لنا غيرك نرجوه أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة فدعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا اللهم رب الركن والمقام رب المشعر الحرام أقرئ رسول الله من كل مسلم السلام وصلي وسلم وبارك على خير الأنبياء والمرسلين وآليهم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقول ما تسمعون وأستغفر الله مما تعلمون ومما نتعلبون إلى الملتقى في حلقة الغد انقدر الله اللقاء والبقاء أترككم في معية الله وأمنه وربك دوما يقول لك لا تخف ولا تحزن فإني منك قريب وبك رحيم فما ظنكم برب العالمين لا تظن من ربك إلا كل ما هو جميل استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مدد يا حبيبي رحمه السلام مدد يا حبيبي يماح الظلام مدد يا حبيبي رحمه السلام مدد يا حبيبي يماح الظلام مدد يا حبيبي القريب المجيب بقول كريم فإني قريب يجيب الرسول إذا ما دعاك لكل الذي للنبي سعى يجيب الذي قد أتى يسألك فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب